استعادة أمريكا القوية هذا وعد ميت رومني فابتداء من يومه الأول في البيت الأبيض يريد الجمهوري التنديد بما وصفه التلاعب بعملته من كبل الصين تلاعب قد يصهم في استفادة غير عادلة للشركات الصينية في السوق العالمية ولكن هذا النهج القاسي تجاه بكين يمكن أن لا يستمر طويلا قرر رومني أن يكون أول يوم له كرئيس مخصصا إلى الصين ولكن وبسرعة وفي يومه الرابع أو الخامس أو السادس سيكون الملف إيران سوريا وليبيا لأن الشرق الأوسط هو برميل باروت حقيقي سوريا هي أحد الملفات الساخنة التي تنتظر من سيحتل البيت الأبيض في كانون الثاني يناير النزاع بين المعارضين المسلحين ونظام الرئيس بشار الأسد يمكن أن يهدد كل المنطقة التي هي بالأصل على كف عفريت فهذه الخبيرة تعتقد أن كل من أوباما ورومني لا يجرى واشنطن إلى نزاع جديد الجمهور الأمريكي اليوم لا يحبث التدخل في الخارج لا يريد أن تسلح واشنطن المعارضة السورية يخشون أن يجروا إلى صراع في وقت نحن في حرب منذ عشرة أعوام عشر سنوات من حرب اقتربت خواتيمها مع الانسحاب الأمريكي المرتقب من أفغانستان في العام 2014 ولكن الملف النووي الإيراني يبقى حاضرا خلال الأشهر الستة الأولى من الولاية المقبلة سيكون الرئيس أمام خيارات صعبة لأنه سيحدد إذا يجب مواصلة المفاوضات أو اتباع سياسة أكثر ردعية أمام التطور الذي أحرزته طهران أبدت إسرائيل قلاقها وطلبت من الولايات المتحدة فرض خط أحمر يجب التدخل إذا تخطته إيران وهذا لم ينجزه أوباما أما ميترومني فهو قريب من بنيامين نتنياهو الذي يعرفه جيدا ولكن هذه الصداقة ستكون أمام امتحان صعب إذا رأت إسرائيل أنه حان وقت ضرب المنشآت النووية الإيرانية ترجمة نانسي قنقر